جددت حركة أنصار الله على لسان زعيمها السيد عبد الملك الحوثي تمسكها بالانتقال السلمي للحكم في اليمن عقب استقالة الرئيس هادي والحكومة وذلك وفق ما يفرزه الحوار والتوافق الوطني وبحسب الآليات التي حددتها الاتفاقات السابقة أكدت حركة أنصار الله على لسان زعيمها السيد عبد الملك الحوثي أن الحركة تسعى إلى انتقال السلطة بطريقة سلمية بعد استقالة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحث جميع الأطراف على التعاون من أجل التوصل إلى حل الأزمة واعتبر زعيم أنصار الله أنه كان لابد من الخطوة التي قامت بها اللجان الشعبية خلال الأيام الماضية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن الخطوة التي قامت بها اللجان الشعبية كانت خطوة من أجل هذا البلد فكان يفترض أن تلقى هذه الخطوة بمطالبها وما رمت إليه وسعت لتحقيقه أن تلقى بالحد الأدنى تفهما في مقابل ما سعينا إليه كانت الخطوة الشاذة غير السليمة هي الخطوة التي تمثلت باستقالة الرئيس وكذلك تقديم الحكومة لاستقالتها ودع الحوثية القوى السياسية أن تكون بمستوى التحدي كما طمعنا القوى الإقليمية والدولية بشأن الوضع في اليمن مؤكدا أن لا أحد يريد إقصاء أي قوة سياسية كما شدد على أن اتفاق سلمي والشراكة هو الأساس لأي توافق وتعاون داخلي بعد تلك الخطوة أقبلت القوى السياسية إلى التشاور بهدف تحقيق انتقال سلمي للسلطة وهذا موقف حكيم وموقف صحيح نتوجه في هذا المجام إلى القوى السياسية أن تكون في هذا الظرف بحجم المسؤولية وفي مستوى التحدي نحن أكدنا لكل القوى في الداخل والخارج أننا نسعى إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة على قاعدة الشراكة يأتي ذلك بينما تتواصل مشاورته تحت رعاية أممية على أساس الحوار الوطني الذي سيكون قاعدة أي اتفاق يتم التواصل إليه على صعيد آخر قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف قيادة التنظيم القاعدة إذا اقتضت الضرورة دون العودة إلى السلطات اليمنية وذلك بهدف حماية الأمريكيين بينما نفت الخارجية الأمريكية وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين أو تنسيق معهم مشيرة في الوقت نفسه إلى تعاون مسبق بين المؤسسات الأمنية اليمنية والأمريكية لافتة إلى أنها تتعامل مع كافة الأطراف السياسية لتجنب تصعيد العنف وحل الأزمة بشكل سلمي وعبر المفاوضات